وقد أطلقت وزارة التخطيط المنظومة الإلكترونية لمبادرة حياة كريمة بهدف حصر الاحتياجات التنموية للقرى المستهدفة في المبادرة وإعداد خطة التدخلات المختلفة قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد أن هذه المنظومة أصبحت ملزمة لكافة الأطراف الشركاء في تنفيذ المبادرة بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء مؤخراً باعتمادها كأداة لإعداد ومتابعة خطة مبادرة حياة كريمة الأمر الذي سيقدم المنظومة على المستوى الدولي والإقليمي كنموذج ناجح ورائد في تبني الدولة للأدوات التخطيطية الأكثر تقدماً